موسيقى مجزر لها مرنبا أهلا بكم قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وأصيب آخر جرى انفجار لغم من زرعة مليشيا الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة أوضحت مصادر محليا لغما حوثيا انفجر في قرية المقانع الواقعة شرق حيس ما أسفر عن مقتل الطفلين صابر مشهور وخليل وهيب والشاب مصطفى العشبي فيما أصيب الشاب عبدالله الأهدل وأشارت إلى أن الحادثة وقعت أثناء تفقد المواطنين أراضيا التي تحررت أخيرا من مليشيا الحوثي لفتة إلى إسعاف الجريح إلى مديرية المخى لتلقي العلاج أصيب ثلاثة جنود من القوات المشتركة في مديرية موديا شرق محافظة أبيان بإصابات متفاوتة جرى انفجار عبواتين ناسفتين في مدخل وادي عواميران وقالت مصادر محليا انفجارات عنيفة هزت مناطق شرق موديا كانت ناتجة عن انفجار عبواتين ناسفتين استهدفتا مركبات تابعة للقوات الأمنية بحسب المصادر فقد انفجرت إحدى العبواتين بدورية عسكرية تابعة لقوات اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للقوات قوات المجلس الانتقالي وفي حين استهدفت الأخرى دورية تابعة لقوات اللواء 103 مشاه التابع للقوات الحكومية وخلف ذلك مصابين أسعف إلى مستشفى موديا لتلقي الإسعافات الأولية أضرم مجهولون النار في سيارة مواطن بمحافظة إب في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مصادر محلية قالت أن مجهولين أضرموا النيران في سيارة المواطن أنس الكامل في منطقة الجعاشم بعد أيام قليلة من تعرض سيارة مواطن آخر للحريق في المنطقة ذاتها التابعة لمديرية ذي السفال وخلال الأسبوع الماضية تعرضت ثمان سيارات لحرائق متعمدة من قبل مجهولين وسط انتشار للفوضى الأمنية في مختلف مديرية محافظة إب يواصل الأهالي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج إغلاق نقيل هيجة العبد الرابط بين محافظات لحج وعدن وتعز لليوم الثاني على التوالي تنديدا بعدم صيانة الطريق وقال المحتجون إن إغلاق الطريق جاء نتيجة عدم وفاة الجهة الحكومية بوعودها ببدء تنفيذ مشروع صيانة هيجة العبد بحسب الاتفاق بينها وبين البرنامج السعودي للتنمية والإعمار المحددي بيوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري وأضفوا أنهم لم يخرجوا لقطع الطريق وتوقيف حركة السير إلا بعد أن صارت الطريق مصدر قلق للسكان ولكثرة وقوع الحوادث المرورية فيها وافقت الأمم المتحدة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء صندوق المجالس المحلية في ثلاث محافظات لرفع قدرات السلطات المحلية وتعزيز دورها في تحصيل وإدارة الموارد وقال مراد وهبا القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال إنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من قبل صندوق السكان في محافظات عدن وتعز ومأرب على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية لتشمل بقية المحافظات وأكد وهبا خلال لقائي في نيويورك من دوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي استعداد الصندوق للعمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية المعترفة بها لتنفيذ مشاريع تنموية مع تركيز على مشاريع البنى التحتية انتهى الموجز في أمان الله موسيقى